بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وحباً للجميع مرة أخرى الآن في الوحدة السابعة الوحدة السابسة أخذنا الفعل الماضي مع الإيدي اليوم بهذه الوحدة سنأخذ الفعل الماضي بس في الأفعال الشاب ما هتمشي لنا على النظام للإيدي لا في أفعال شابة يا شباب سيكون لها صيغة أخرى تماماً سوف الآن تطررها لها طيب ثلاث سيبن أي وحدة سيبن يوم المنت السابق او سابق او سابق او سابق او سابق مطلوب منك الان ان تقرأ الجمال استنع وتضع المشارع على الصحة الخاصة ماذا اكلت ماذا اكلت اتكون المحافظة ادور على هذا الشيء ايه ساندويتش او ساندويتش او ساندويتش او ساندويتش او سابق كل هذه العبارات سوف تستمع لها ان شاء الله في النص التالي unit 7 a special day lesson 1 activity 1 listen and find this is a photo of me at a picnic was it a special day yes it was i got 100% in my exam and my mother and father were very happy 100% 100% yes it was great we went to the zoo and we saw the animals then we sat on the grass and had a nice picnic it looks like it looks like a nice day what did you eat i ate sandwiches and lots of cake and drank orange juice and my mother bought me an ice cream okay okay let's back as you can see it was a school holiday yes yes no haman's mother was very happy no they went to the shopping mall no to the zoo they went to the zoo to the zoo they went they went they went they went go the first form of this verb that's the one 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 Helen saw some animals see saw see saw she ate some sandwiches yes her father her father bought an ice cream what do you think scream scream no her mother okay نفس كلام الشباب مع المقاطعة القديمة تحل أنت توقف المقطع وقتل تحل نزل تغريب تقراض ثم بعدين تستمع حتى تكون الفائدة أقوى لك الآن لحظة الفعالة التي مرت علينا أولا got have got get went go saw see eat eat drunk mali drink i got 100% where in my exam with the correct sentence or correct president this one mine little in fact أتكلم من المناسبة هاي يسي we had a what أتكلم أتكلم من المناسبة i saw some animals some animals i ate what some sandwiches i drank some oranges من المناسبة من المناسبة لأنها واضحة تركزي على الأفعال هذه سوف نستمر على شرحها التغيير التالي read and take سوف نستمع لنا محادثة وتجيب على طبعا على مطلح أمام العبارة التي تستمع لها هل هي العبارة الأولى A أو B هتسمع المعلومة الثانية الخيئة الصحيح A أو B وكذلك الثالثة الطابعة الخامسة وكذلك الثالثة unit 7 lesson 1 activity 4 listen read and take hi aunt jenny how are you i'm fine Helen what about you i'm fine today was great what did you do it was a special day i went to the zoo with my family zoo the zoo yes i saw an elephant a lion and a bird with a long neck an ostrich yes ostrich number 3 we had a picnic i ate lots of sandwiches and drank orange juice my mother bought me an ice cream okay number 1 Helen is talking to her aunt Helen went went and went to the zoo she saw an ostrich helen a a lots of sandwiches she drank what apple or orange juice orange juice helen had what an ice cream helen helen that's fine okay هذه هي الأفعال يا شباب تحفظونها دين هذا نهاية الدرسنا اليوم هذه الأفعال خلاصة الموءة كاملة eight تكتب عليها معناها أكل تكتب عليها معناها أكل تكتب عليها عن علمي يدوان أو يدوان أو يدوان لا تجدوا لي لا لا طيب eight أكله معضي الإيت باعي معضيها boat هذه boat اشترى got أخذه ساق جلسا صاق رأى ورد كان وين ذهب ذهب هكلا شعر هذا جلسا رأى كان يولد جديد وين ذهبت ذهبت طيب الآن نستعملها في هذه الطغرات I was تتوعى رأس من I أخبر ذلك أولا It was a special day It was a special day أحد أخبر ذلك أخبر ذلك أخبر ذلك أخبر ذلك طيب مرحبت من أماكن فباك قب نفسي قب نفسي وي وي ورد وي وي وم وي وو وي حعلainen كنت أتيت اللعافية وأك laisserage تمنى لكم التوفيق يا شباب عليكم بالمتابعة جيدة المقاطع قبل ان تهينا عندنا في فانت اللي هو بنك العبارات التعني فيها الماضي تمنى التوفيق للجميع التوفيق وهذا والصلاة والسلام على نبينا محمد اشتركوا في القناة